انا واقع في العالم الكريم ومشاهدة حاجات وحشة انا ما عنديش اي ثقة في نفسي وحصلي مواقف كتير حسستني اني اني مش جميلة ومش محبوبة وحاسة اني في فترة فشل رهيبة في كل حاجة من شغل وعلاقات باللي حواليه انا عارفة اني ربنا بيحبني هو عاوزني ارجع عن طريق ده بس انا حقيقا مرت به مواقف كتير حسستني اني ليلة وعارفة اني امتي في عين ربنا كبيرة انا بجد تعبانة قوي صليلي انا محتاجة صلواتي هصليليك يا حبيبي مفيش حد مش جميل كل الناس جميلة على الهل في عين ربنا وبعدين مش عاوزك تقليلي من نفسك قوي كده مش عاوزك تحسي بالاحباط والفشل كده الفشل ده احساسك بيه بيفشلك اكتر لكن اتعبي وانجحي وحاولي ان انتي تطلعي من اللي انتي فيه اي عادة وخصوصا اللي احنا بنتكلم عليه العادة بتبع بتيجي اكتر من اوقات الكسل واسيب فكري يسرح يمين وشمال انتي ما تكسليش خليك عندك انشطة مختلفة الانشطة لجسمك هتخلي مخك يشتغل اكتر وتدريسي حاجات وتخشي جامعة وتدريسي حاجات جانبية وتجملي من نفسك مش بالمكياج انا مش بتكلم على الميك اوب انا بتكلم تجملي من نفسك في شخصيتك في امكانياتك انك تحتوي اللي حواليك اللي حواليك عاوزين ايه منك تسمعيهم اسمعيهم تحبيهم حبيهم فانتي ممكن تكسبي اللي حواليك بسهولة جدا ما تقوليش ان انا فشلة في علاقاتي الفشل ده مش كويس انتي تقدري تصلحين فشلة في علاقاتي بربنا ده السبب الاساسي اللي بيخليني اغلط ويبقى عندي عادات مش كويسة لكن انا لما ابقى حبوبة مش محبوبة بقى حبوبة لكل الناس وبقرب من كل الناس وبغدم على قد ما اقدر وبأعطي بلا توقف مش مستنيه من حد حاجة صدقيني الناس تحبك قوي قوي وترتبط بك قوي وصدقيني سواء شكلك حلو ولا وحش شيفرق خالص خالص في عنين الناس ويمكن انتي نفسك بتشوفي ان في ناس حسب فكرنا واحد يبقى شكل وحش قوي مثلا حسب فكرنا احنا تلاقيه تجاوز واحده اموره قوي 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 لان هي شايفه حلوه اللي جمله في عنيها ربنا ربنا بيسمح بكده فانا عاوزك ما تشغليش بالك بشكلك والخطيه هي اللي ممكن تخلي شكلك وحش فانتي جاهدي ضد الخطيه وروح وتعرفي بيها وتناولي وانا متأكد ان ربنا هينقذك حبيبي كويس قوي انا من العراق بس اعيش في استراليا انا عمري 16 سنة كان بدي اسألك عن الخطيه انا عندي الشهوه انا صار ليه خمس سنين عم بحارب هالخطيه كل ما بقول بيجي يوم وبتخلص منها بقع فيها مرة تانية انا تعبانة او يا ابونا وحس اني راح اروح عالجهنم بالرغم من محاولاتي وحس اني ما اروح اتخلص منها الى الابد وانا مأهورة اني بعيد عن يسوع وما فيني يكون معه شو اعمل اول حاجة يا بنتي انت جميلة او انت ممتازة كونك تعرفة الخطيه بتاعتك انت رائعة كونك عارفة فين الضعف بتاعك انت في منتهى الجمال الروحي كل اللي عاوزه تعمليه تعترفي راح اعترفي بانتظام وبسرعة وكتير قوي لعا ان الاعترف ده بيتهارك من كل خطيه وبعد كده اول ما تعترفي تتناولي و بعد ما تتناولي ااااااا تجهدي ايه هو الجهد ابونا هيعلمك ازاي تصلي المزامير ازاي تعملي مطانيات ازاي تشغلي نفسك انت 16 سنى حبيبي يا رستيل يونج تقدري تطلعي وتلعبي سبورت على قد ما تقدري تعملي اللي تقدري تعمليه بحيث جسمك يتهد شوية وما يبقاش الشهوة فيه قوية ما احنا طول ما انا بهكل وبعد وبترنخ كده بلاقي جسمي بيطلب اكتر لكن لما اعود اجاهد جامد قوي واعمل سبورتس واخرج واطلع ويكون ليه سوشيل لايف وكده انا بنسى الخطيئة الشهوة شوية فانتي محتاجة تجاهدي جامد مع الاطراف والتناول والتوبة المستمرة واراية الكتاب المقدس وانا اقولك على حاجة عارفة المزمور الخمسين المزمور ارحمني اللهك عظيم رحمتك عشان خطر احفظيه احفظيه واول ما تلاقي نفسك هترنخ شوية كده او هتريح شوية ابتدي يقول مزمور كتير 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 بلا توقف صدقيني الخطيئة دي مش اجيلك خالص ربنا يكون معاكي وانا هصلي لك انا ابنك كرولوس عندي 16 سنة انا بحب ربنا ومزب على الصلاة والمطنيات كل يوم وبقرى الكتاب المقدس لكن حرب الافكار الناجسة واحروب المشاهدة للمواد الابعاية والخطايا الشبابية بتسقطني دايما وبرجع لربنا ثم اسقط واقوم وصلي احيانا بدموع لاني يعني ممكن احارب الثلاث ايام وممكن اسبوعه بعد كده خمس دقائق اضيع اللي عملته كله وانا بحب اقارى جدا في ميامر مارس حاوبستان الراهبان وقريت عن الراهب الذي كان يسقط ويقوم في الاخر نال اكلين للرجاء لكن انا عايز توبة توبة الانبى موسى التوبة اللي اتي بلا راجعة فلو ممكن قدسك تصليلي انا نفسي اترهبن وابقى من ابناء ابو مقار لاني مش عايز حاجة من العالم ما تسانيش يعابونا في سلواتك قولي ربنا بس كرولوس وهو يعرف وانا اسف تعبت واتسك لا انت ما تعبت نيش ولا حاجة يا كرولوس انا وبسوط بك قوي يا كرولوس انك بتفكر بالطريقة دي ومبسوط ان انت بتصلي وبتصوم وبتعمل مطانيات كل يوم بتقرأ في كتاب مقدس الحروب هتيجى هتيجى حبيبي انت 16 سنة انت فاكر الحروب هتبطل حروب ما هتبطلش الحرب بتحارب كل الناس صغير وكبير لكن واحد من الادسين قال ايه قال انا لا استطيع انقف في الطيور ان تطير فوق رأسي ولكن استطيع ان اوقف الطيور ان تعشش في رأسي الفرق كبير قوي الافكار هتيجى افكار الوحش لكن انت بتفضل تطرد دي وتطرد دي وتطرد دي على طول المهم ما تسمح لهاش انها تعشش ما تسمحش ان انت تقبلها ما يهمكش بتقع ومايله حبيبي اجري بسرعة ترف وتوب وابدأ من جديد تقول لي عاوز اتوب زي موسى الاسود اه موسى الاسود طيب لما تاب عمل ايه يقولك موسى الاسود راح للقديس الامر في ليلة واحدة تمانية وتلاتين مرة ده القديس موسى الاسود بعد ما تاب ودخل الدير راح في ليلة واحدة يعترف تمانية وتلاتين اعتراف طيب كواس ما انت مش زي احنا مش مش احسن من موسى الاسود اذا كنا زيه هنتوب اه بس انت بتفضل تقع وتقوم وتقع وتقوم لغاية ما تقوم قومة واحدة بس ما يهمكش ربنا مش بيعد عدد الوقعات ربنا بيعد عدد القيام كل مرة يقول ابني قام وانتصر احنا نؤمن بالقيامة يا ابني القيامة هي سبب القوة فينا و احنا لو ما بنؤمنش بالقيامة سواء بقيامة يسوع او قيامتي انا من موت الخطيئة فاننا اشقى جميع الناس و ايماننا باطل و كرازاتنا باطلة زي ما بقول بوليس الرسول لكن احنا نؤمن انت تؤمن بالقيامة ولا لا يا كيرو تؤمن يا حبيبي خلاص انتصر كمل كل ما تقع اجري قول لا تشمتي بيا عدواتي فاني ان سقط اقوم النهاردة بفتكر القصة كده كان قالها قدسة البابا شنودة الله يناح نفسه بيقول هو مدرس مدرس كان عنده طالب زغير يعني بيسقط على طول من اول سنة الاخرها فجي الاستاذ اللي هو سيدنا يعني كان هو الاستاذ قال للود انا مش عارف انا مش عارف يعمل معك ايه انت على طول سائت على طول سائت كل مرة كحكة كده و كل مرة سائت و زيرو 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 انت تحس انك هتنفع في يوم الايام فالولد قال له حاجة جميلة قوي سيدنا البابا ذكرها قال له اه يا استاذ انا فعلا بسقط لغد الوقت و بجيب زيرو بس انت مش ماخد بالك ان انا بتقدم جدا قال له فين في الزيرو قال له اه الاول كنت بجيب زيرو و انا معامل تلاتين غلطة دلوقتي بقيت اجيب زيرو و انا عامل عشر غلطات ده معناه ان انا بتقدم و في يوم الايام هطلع من الزيرو اه احنا بنقع بنقع جامل كلنا تحت الزيرو لكن بنا تقدم كل ما بتقوم انت بتتقدم في يوم الايام هتطلع من الزيرو في يوم الايام هتطلع من الخطيه وتنتصر عليها تماما ربنا اويك يا بني موسيقى